لم تسكت أفواه البنادق طوال مدة الهدنة في اليمن حتى يعلن انتهاؤها فقد كانت هدنة من طرف واحد ملأتها الشروط والخروب وما ولد هشا ينتهي بالانهيار فالشهد أن ما توصف بالهدنة والمضمنة في قرار مجلس الأمن تحت مصطلح وقف الأعمال العدائية كانت نتاج استجابة الشرعية اليمنية والتحالف للدعوة الأممية لمواجهة كورونا وتهيئة الأجواء أمام تسوية محتملة أما ميليشي الحوثي فقد رفضتها منذ البداية واعتبرتها كذبة وتضليلا هي إذا سحبت وهم تضاف إلى سجل الهدن الميتة التي عبرت كسراب ثم تركت غصة كبيرة بين اليمنيين وعمقت فقدان الثقة بين الأطراف وهي إذا تبدو كذلك فلغرابة أن تستمر الأعمال القتالية والتحشيد في الوقت الذي يفتك الوباء باليمنيين وتنمو المقابر في عموم البلاد المبعوث الأممي مارتين جريفث وهو الوسيط التائه لا زال مسكونا بالأمل رغم حالة الإحباط المنسدلة عليه ففي كل مرة يخرج الرجل ببيان يكشف فيه عن نقاط تقارب لا ملامح لها ولا وجه داعيا إلى البناء عليها لعل جريفث يقصد مبادرته الأخيرة التي تضمنت وقف إطلاق نار شامل وتدابير إنسانية واقتصادية تشمل تبادل المعتقلين وفتح المطارات ودفع الرواتب وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا واستئناف العملية السياسية وهي مقترحات سرعت الحكومة اليمنية إلى الموافقة عليها فيما لم ترد ميليشيا الحوثي حتى الآن بحسب مصادر دبلوماسية لا يعرف بعد إلى أين تتجه جهود السلام بعد انتهاء أجل وقف إطلاق النار وموافقة الحكومة ورفض ميليشيا الحوثي لمبادرة الأممية لكن الواقع يقول إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة ما دامت أسبابها قائمة